أكدت مصر حرصها على توفير حياة كريمة للاجئين جنبا إلى جنب مع المواطنين دون تمييز حيث تصديف مصر أكثر من 6 ملايين لاجئ ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين أكدت وزارة الخارجية أن مصر حرست على مري تاريخها الممتدة على أن تكون وطنا ثانيا لكل من اضطرته ظروف لتركي وطني الأم بحسا عن مكان يعيش فيه بأمان وعن حياة أفضل له ولأسرته ولفتت الوزارة إلى أن مصر طالما نادت وتنادي دوما بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا لجوء من منظور شامل يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المظيفة على الصمود انتلقا من مبدأ المسئولية الدولية المشتركة في تقاسم الأعباء والمسئوليات